اشتركوا في القناة 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 ويشتري اغراض والسوال ويقعدون هذا القسم الداخلي وقسم الخارجي مثل حديقة وهم فيها طاولات وفيها الزر وفيها ورد اعساس اذا مثلا عياله زاروا زوجته حبيبته يتمشون داخل مكان صغير يعني 20 متر في 20 متر فقط في فلوريدا هناك عنواع من السجن سجن الاحداث وسجن الهجرة وسجن الولاية وسجن الحكومة الفيدرالية هو مسجون في سجن الولاية ولكن قطاع خاص واكثر البدلات اللي يلبسونها داخل القطاع الخاص هو اللون الازرق هذه بدلة السجين البعض عندهم اللون البرتقالي معناته عندهم جرائم فيها عنف وبعضهم لون ابيض معناته هو مسجون ولكن يشتغل لصالح السجن نفسه يشتغل في المطابق يلمع اسكم الأحذية وبسطار الشرطة يشتغل في الكانتين أغلب الناس اللي داخل السجن في فلوريدا على الأقل يلبسون لون الازرق وأيضا يصح أن واحد يكون لابس لون الازرق وأيضا يشتغل داخل سجون فلوريدا الأخبار تقول أنه يشتغل داخل المكتبة داخل السجن في نوعين من المكتبات هناك المكتبة الشؤون القانونية والمكتبة العامة المكتبة العامة مليانة كتب المسجون يروح يستعير طبعا أكثرهم يشرقونهم ويروح يقرأ بعدين يرجع الكتاب مكتبة الشؤون القانونية واحد إذا يبي يدرس قصته يبي يدرس القانون يبي يدافع عن نفسه يبي يعرف شنو الثغرات في قضيته يروح الشؤون القانونية عندهم كمبيوترات عندهم مجلدات بالقانون في فلوريدا وعن طريقة الواحد يحاول يحصل على الفرصة أن يرجع حق الاستعناف والأمور هذي الاستيكر الأبيض الموجود على البدلة عليه دائما اسم السجين ورقم السجين وعادة العنبر اللي ينتمي إليه ليش حطي الاستيكر هذا لأن البدلة هذي كل يومين لازم تروح اللاندري لازم تروح الدوبي الدراي كلينر عندهم لاندري كبير داخل السجن يغسل ملابس ومساجين تروح البدلة هذي حق اللاندري واللاندري بعد ما يغسله المساجين اللي يشتغلون داخل اللاندري يفرزوني يقول اوكي هذا color coded الأبيض معناتها المبنى الفلاني البيج معناتها المبنى الفلاني يعني أنا مثلا كان مرة عندي واحد بيج معناتها عمبر فأبيض معناتها عمبر جي أو جيم مثلا أخضر أو أزرق فاتح معناتها عمبر مثلا ألف وهكذا فهذا color coded وعليه اسمه وعليه رقم السجين عشان لما يودون يغسلونه البدلة ما تضيله الانبينة الربع بالأسود وكأنه قلادة على صدر كاميرا نهران هذه ما هي قلادة هذه الربع حبل حق مفتاح داخل السجين في نوعين من الأقفال في القفل اللي فيه رقم سري تحطه أساسي يعني تحافظ على أغراضك تعزي كالله تروح الحمام تروح شغلك تطلع بره العمبر ينادونك مثلا حق الطبيب وترجع ما حد يدخل رد الصندوق مالك يسمونه لاكر ويسرق أغراضك فدائما تقفل بالقفل القفل هذا ينباع داخل الكانتين ففي نوعين من الأقفال فيه القفل اللي هو رقم سري تفرر لين تفتحه ما حد يعرف الرقم السري المفروض اللي أنت وفي القفل الثاني حق اللي نظرهم تعبان لازم يكون مفتاح فما يمدي يقعد يقرأ الأرقام وشون يقدر يفتح بالرقم السري مفتاح فهو عنده القلادة هذه معلق عليه مفتاح مفتاح هذا حق القفل حق الناس اللي عندها مشكلة بالعين تبين أنه عنده مشكلة في العين لأن القفل هذا ما تقر تاخذه إلا لما تاخد موافقة الضباط بعد ما يفحصون أنه عندك مشكلة بالعين تقدر تاخذ القفل هذا أبو مفتاح ولا لازم يستعمل الباقي حالك من حال الآخرين طبعا شعرك يصير يالربع لأن القانون داخل سجون فلوريدا على الأقل سجون فلوريدا شعرك ما لازم يطول عن الأثلينة إنش ما لازم يصير أطول من أثلينة إنش ولا تقدر تسوي فيه فيد أو تدرجات أو أي حركات وبركات من يقص شعر المسجون؟ مسجون آخر كل واحد داخل السجن عنده وظيفة بعضهم يشتغلون حلاقين بعضهم عسكم الله ينظفون الحمامات بعضهم يشتغلون في المطابق ففي زاوية العنبر من برة في غرفة مكتوب عليها باربرا الشاب يعني الحلاق المساجين يوقفون دور والواحد يدخل يقعد على الكرسي هذاك يقف له شعره طبعا كل شي بحسابه هو المفروض بلاش ولكن عشان ما يخطرون دورك عشان ما يكشونك ويزفونك بما أنه أنت أبيض وأكثر الناس من العرق الأسود وهم المسيطرين تبغشش تقول لحبيبي عندي لك دولارين وقفني بالدور أو تدخلني بسرعة فـ pay to play أو pay to catch your hair داخل سجون فلوردة التي شيرت وعزكم الله الأندلوير والصاكس الجوارب أو الشربات أو الإدلاغات الإدارة هم اللي يعطونك يعطونك أربع حبات من هذا أربع حبات من هذا وأربع حبات من هذا مرة بالسنة واللي يعطونك هي عادة مستعمل الأبيض صار بني توصخ في حفر عفن إذا عندك فلوس مختدر زي ما واضح على كاميرا نهارا أهلك يقدرون يشترون لك أربع مرات بالسنة ملابس بحد أغصى أربع قطع من كل شيء أربع تي شيرت أربع عزكم الله أندلوير وأربع صاكس أربع مرات بالسنة يعني كل ثلاث تشهر أهلك يقدرون يشترون لك عن طريق الكانتين وحطونا باسمك وينادونك في غرفة البريد تعال جتك طلبية يا الرابع على الرغم من أنه كاميرا نهارا مسجون إلا أنه يبدو علي بأنه متأقلم مع الوضع نظيف مبتسم يشتغل في المكتبة يحاول يشوف ثغرات في قضيته مكتبة شؤون القانونية واضح يا الرابع لأنه مسجون داخل سجن قطاع خاص في أمن وأمان تجاري معناته شركة خاصة قاعدة دير السجن وفي شوية رفاهية في شوية امتيازات الخبر المفاجئ حق اللي يتابعون كاميرا نهارا هو أنه جالي العمل أنه قاعد يكتب كتاب عن قصته ويمكن يوم الأيام الكتاب هذا يرى النور باللغة الإنجليزية ولكن حذاري حذاري من الحكومة في فلوريدا لأنه ممنوع أنت كمسجون تكتب كتاب وتربح من قصتك يسمونه يعني أنت قاعد تسوي بيجنس بينما مسجون وهذا ممنوع أنت لما مسجون أنت ملك الدولة فأي شيء تنتجه أي شيء تسويه رح يعود ويصب فيه ميزانية الدولة بمعنى أن ديابونا المدعي العام والشرطة هناك يقدون يرفوعون على قضية ويأخذون كل أرباح الكتاب اللي قاعد يكتبه ننتظر ونشوف بذل الله تعالى شنو آخر التطورات وهل رح يطوفون له ولا مرح يطوفون له